من الأخطاء التانية اللي ممكن نواجهها درجة الحرارة مع الرطوبة النسبية تخيل المناظر دي ودرجة الحرارة 32 درجة ماوي يعني درجة الحرارة مش منخفضة ولكن الاختلاف مع ايه؟ مع الرطوبة النسبية وبالتالي لابد ان انا الاحظ انتشار الكاتاكيت بتاعتي وتوزيعها داخل العنبر علشان اشوف ايه لان النهاردة الكاتاكيت اللي جاية لي دي زي البناء ادمين بنسمع هيموسيرميك أنيمال زوات الدم الحار يعني يقدر يحافظ على درجة حرارة جسمه سابتة على الرغم من التغير في درجة حرارة البيئة المحيطة به طيب ايه المشكلة الكاتاكوت يقدر يعمل الكلام ده طالما ان درجة الحرارة المحيطة به داخل الحدود القياسية طيب لو بدأت درجة الحرارة تنخفض او ترتفع يبقى الكاتاكوت ده في هذه الحالة يتحول لزي زوات الدم البارد درجة حرارة جسمه تعلق مع الحرارة العالية وتنخفض مع الحرارة المنخفضة وده اكبر دليل على كده معرضنا كاتاكوت لدرجة حرارة عشر درجة مئوي بعد ساعتين بدأت الكاتاكوت تنخفض درجة حرارة جسمه لدرجة حرارة الجسم المميتة الصغرى ساعتاشر لواحد وعشرين درجة مئوي وبالتدريجة لكل الكاتاكوت بدأت تموت معنا افيا جين او اربر ايكرز ساعتها بتفصيل سنة 98 عملت دراسة بسيطة جدا جابت مجموعتين من الكاتاكوت المجموعة الاولانية عرضتها لدرجة حرارة اتناشر وتمانية من عشر درجة مئوي لمدة خمسة واربين دي درجة حرارة الفرشة كنا الاول بنقول درجة حرارة جاول عنبر بدأنا بعد كده نقول درجة حرارة الفرشة النهاردة لا بنقول درجة حرارة ارضية العنبر ما تقلش عن تمانية وعشرين درجة مئوي درجة حرارة الفرشة ما تقلش عن تلاتين درجة حرارة جاول العنبر اتنين وتلاتين والفرشة مهمة جدا لان هي البيئة الملامسة مباشرة لجاول العنبر بتاعي هتقول شايف المروحة دي بتاع كروز فنتليشن بتاع تهوية الشتوية او التهوية العرضية الصورة دي في النور كتاكيد سايبة المنطقة دي طب لو الصورة دي بالانفراريت بقى في الظلمة ايه اللي حاصل ايه السوادي اللي موجود ده السوادي اللي موجود ده عبارة عن هوا بارد درجة حرارته الداخل واحد وعشرين درجة مئوي داخل من شطر المروحة لذلك الكتاكيد بدأت تسيب المنطقة وعلى الرغم من كده في كتاكيد وقفة في هذه المنطقة المنطقة ما بين سطارة التحديين وحاجز التحديين درجة الحرارة فيها في الشطة 18 و 17 درجة مئوي يعني اي فتحة موجودة وكتاكيد تعدي تبدأ تكوم على بعضها سهل ان هي تيجي لمنطقة المنطقة دي ولكن من رابع المستحيلات ان هي ترجع الى داخل العنبر مراهة الهواء اللي داخل من تحت باب العنبر في هذا الشكل مين فينا بيبدأ يفحص بطن قدم الكتاكود بعد استقبال الكتاكيد بساعتين واربع ساعات ويشو انا هحطه على خدي احطه على ايدي لو بطن قدم الكتاكود دافية تبقى درجة الحرارة مضبوطة لو بردة تبقى درجة الحرارة منخفضة هتقول عندي ترمومتر لا انا الترمومتر بتاعي الكتاكيد بتاعتي لان مع درجات الحرارة المنخفضة هنبدأ نلاقي دي بالانفراريت سرمومتر بيبقى فيه انخفاض وممكن تصل لدرجة حرارة بطن رجل الكتاكود ل25 درجة ما مين بيفحص الحوصلة بعد ساعتين وبعد اربع ساعات اساسي احنا كنا زمان بنتكلم في اربعة وعشرين ساعة تلاقي 95% من الكتاكيد واكل و5% من الكتاكيد متوزع ما بين واكل علب بس ميا بس او ما اكلش العلق ولا ميا عنده مشكلة في الوصول ليه العلق والميا لا احنا النهاردة بنقول بعد ساعتين لازم 75% من الكتاكيد يكون واكل وشارب بعد اربع ساعات لازم 80% فيما فوق من الكتاكيد واكل وشارب معانا لانه بيسبب لنا مشاكل لو تأخر في التغذية طيب انا بقول هستقبل على درجة حرارة 32 درجة ماوي درجة 32 درجة عند خطوط التغذية والميا وكون سبتة بقدر الامكان طوال الوقت يعني لان الانخفاض او التغير في درجة الحرارة نص درجة ماوي واحد درجة ماوي من الممكن ان هو يأثر على سلوك الكتاكيد بتاعتي وعلى الحالة الصحية الصحية بتاعتها ده شكل رائع لتوزيع الكتاكيد طيب انا بنغير ترمومتر وانا دخل العنبر بتاعي لو دخلت العنبر بتاعي تلت الكتاكيد واقف يأكل تلت الكتاكيد التاني واقف يشرب والتلت الأخير يعني في فراحة وفي بهيفير في سلوك بيلعبوا مع بعض يبقى انا كل اموري داخل العنبر من حيث درجة الحرارة اساسي والرطوبة النسبية بصفة جانبية معاها وتوزيع العلف والمية بتاعي كوي لو انا داخل العنبر وبفتح باب العنبر وما فيش اي صوت عالي جدا يعني فيه صوت صريخ من العنبر تأكد ان انت هتدخل تلاقي الكتاكيد مكومة على بعضها هتدخل تلاقي درجة الحرارة منخفضة جدا والكتاكيد علشان كده بتسمع صوت السرخة منها وفيه صوت ازعاج لازم تراجع درجة الحرارة لازم تراجع لو فيه فتحات فيه التهوية ولازم تراجع الرطوبة النسبية طيب لو بنفتح باب العنبر ولقنا الدنيا سكت وس ما فيش صوت جاي من العنبر الكتاكيد مشغولة بايه الكتاكيد مشغولة بالنهاجان عشان تتخلص من الحرارة الزايدة داخل جسمها مش قادرة تسرخ عليك وتقولك تعالى الحقني من درجة الحرارة المرتفعة وبالتالي لازم اراجع نظام التدفئة اللي موجود عندي والرطوبة النسبية والتهوية داخل العنابر بتاعتي ودي صورة من العنابر موجودة عندنا في مصر والدفاة دي العلميك والدفاة دي كانت مطفية لان الكتاكيد عارفة انه يا من عمره يوم حتة الحديقة المتعلقة دي هي مصدر الحرارة اللي بتديب لها لإيه الحرارة طيب الكتاكيد بهذا الشكل مع درجة الحرارة منخفض لا بيروح يأكل ولا بيروح يشرب ما عندوش استعداد يغامر لانه هو هدفه الاساسي انه هيحافظ على درجة حرارة الجسمه سبتة عشان ما تنخفضش طيب هو لما هيروح يغامر يأكل ويشرب هيحول العلم ده لطاقة يرفع بيها درجة حرارة الجسمه وبالتالي ما انتظرش تحويل غزائي جاية طيب انا هقول درجات حرارة اساس زيتنا هيقوله درجات حرارة كل الناس هتقول درجات حرارة في اللي بيقول تلاتين في اللي بيقول اتنين وتلاتين في اللي بيقول خاء لا ده انت تتخيل ان انا ممكن استقبل الكاتاكيد بتاعتي على ستة وتلاتين درجة ماوي ولكن الرطوبة النسبية كونسي أربعين في المائة وممكن استقبل على درجة حرارة سبعة وعشرين لتمانين وعشرين درجة ماوي مع رطوبة تبانين في المائة يبقى لازم النهاردة علشان اطبق درجة الحرارة اسمها رعاية درجة الحرارة مش درجة الحرارة قرقم يبقى لازم اربطها اول حاجة بالرطوبة النسبية وكل زيادة 5% في الرطوبة النسبية في جو العنبر قبلها اناقص درجة الحرارة اللي انا بستقبل عليها واحد درجة مئوي في بعض الاحيان بنبقى حطين درجة حرارة 32 درجة مئوي ونفاجأ بان الكاتاكيت مجمعة على بعضها وان الكاتاكيت عاملة دواير طب درجة حرارة وحشة 32 ممتازة ولكن الرطوبة النسبية لو وصلت ال40% مع حرارة 32 هتكون درجة الحرارة في هذه الحالة منخفضة ثاني حاجة سلوك الكاتاكيت ومدى انتشارها ثالث حاجة النهاردة كل الناس قايليلي على عمر 12 يوم ادي درجة حرارة 27-28 درجة مئوي طيب انا على عمر 12 يوم حققت الوزن القياسي بتاعي يبقى انا لازم النهاردة مع درجة الحرارة اشوف الرطوبة النسبية اشوف تحقيق الوزن القياسي بتاعي وسلوك الكاتاكيت بتاعي الرطوبة النسبية زي ما قلنا لازم نربطها لان ليها دور كبير جدا وبتأثر تأثير مباشر على عمليات الفقد الحراري من داخل جسم الكاتاكيت اللي انا بربيها او الطائر اللي انا بربي